الله أكبر ما قد حاز من عبار ومن بيان وإعجز ومن حكم والله أكبر إذ أعيت بلاغاته وحسن تركيبه للعرب والعاجة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاها ما بعد أتكلم في هذا اللقاء عن كتاب الميسر في القراءات العشر المتواترة من طريق طيبة النشر والقراءات الأربع الشاذة وتوجيهها تأليف محمد فهد خاروف ومراجعة محمد كريم راجح محمد كريم راجح هو شيخ القراء بدمشق حفظه الله تعالى وهو معروف سأتكلم بإذن الله عن موضوع القراءات قد يخفى بعض التفاصيل عن بعض الناس سأتكلم فيها بمقطع مستقل بإذن الله وسأتكلم في خطتي أن أتكلم عن القراءات وأهمية تعلم أو ماذا يجب على طالب العلم أن يتعلم من قراءات القرآن الكريم سأتكلم عن هذا بحلقة في سلسلة محطات في طريق طالب العلم فالله المستعاني دعو لنا أن ييسر لنا نشر ما نريد الكتاب هذا طبعا من طباعة دار ابن كثير وكطبعة جيدة جدا لا أعرف إن كان طبيعة في غير دار ابن كثير طبعا لم أتكلم عن المحتوى لأن العنوان يبين ما فيه القرآن الكريم بالقراءات العشر المتواترة والأربع الزائدة عليها طبعا من طريق طيبة النشر وليته جعله من طريق الشاطبية لأن الطريقة الشاطبية أشهر لكن ليس الفرق كبير جدا كطبعة كتاب الورق هذا ممتاز جدا أحب هذا اللون الكتب التي تطبع بالورق ناصع البياض تزعج العين أحيانا أثناء القراءة لكن هذا الورق جيد ونوعه أيضا لا يعكس الضوء بقوة فمريح للعين أما عن المحتوى طبعا المؤلف بعد المقدمة أتى بالقرآن الكريم وهذه ميزة تميز هذا الكتاب عن كتب القراءات التي تحتوي الفرش تأتي بالسورة وتأتي بالكلمات فقط لا هذا جاء بالقرآن الكريم كما هو مطبوع في الطبعات المشهورة له 604 صفحات فيأتي به يأتي بالصفحة ويأتي بالهامش ويذكر القراءة هذه ميزة مهمة جدا تسهل على الشخص أن يرجع إلى الآية التي يريدها بالصفحة مباشرة فهذه من أهم ميزات الكتاب كما يتميز بذكر القراءات الشاذة وهذا قليلا ما يذكر طبعا بهذه الطريقة أن يطبع أو تطبع صفحة المصحف وتأتي القراءات على جنب طبع أكثر من مصحف لكن بالقراءات الأربعة عشر لا أعرف طبعة مثلها طبع مصحف دار الصحابة يسمى بالقراءة العشرة بهذه الطريقة وكان ملونا فيتميز بوجود الألوان لكن عشر قراءات هذا فيه القراءات الأربعة عشر الآن سأبين لكم طريقة الكتاب مثلا نقرأ هذه الصفحة الثانية من سورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم والله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون نسيت أن أذكر أن من الميزات أن الصفحات المصحف طبعت بقراءة حفص أو برواية حفص عن عاصم والتي هي يعني تعتبر اليوم أشهر القراءات في العالم وذكر القراءات الأخرى على الهامش فهذه أعتبرها ميزة لأن قراءة حفص أكثر الناس يقرؤون بها طيب مثلا هنا وصلنا إلى بما كانوا يكذبون نريد أن نعرف هل فيها قراءات أم لا رقم الآية عشرة ننظر أين عشرة هنا عشرة طيب يقول مثلا يكذبون أتى بهذه الكلمة عاصم وحمزة والكساء وخلف ووافقهم الحسن والأعمش سآتي إلى هذه كلمة وفقهم بعد قليل طيب يكذبون قراءها إذن عاصم وحمزة والكساء وخلف والحسن والأعمش يكذبون بما كانوا يكذبون هذه قراءها الباقون طيب هنا الآن أولا بالنسبة لكلمة الباقون أنت عليك أن تحفظ أسماء القراءة العشرة مع رواتهم لتعرف إذا قال عاصم وحمزة والكساء وخلف والحسن والأعمش من هم الباقون؟ هذه تعرفها بحفظك لأسماء القراءة العشرة وفيما أعلمه كل كتب القراءات تذكر بهذه الطريقة ليس الكل نعم لكن الأغلب هذه طريقتهم يذكر الكلمة إذا كان فيها قراءتين مثلا يذكر القراءة الأولى ومن الذي قرأ بها ويذكر القراءة الثانية ويكتب لك الباقون لاختصار الكتاب لكي لا يطول فيجب على الإنسان أن يحفظ أسماء القراءة العشرة فيعرف من هم الباقون شيء طبيعي جدا لكن طريقة التي أحبها أنا لو أنه استخدم رمزا مثل حرف عين وحرف ح وحرف كاف وحرف خ مثلا وكتب مثلا يكذبون عين ح كاف خ فأصبحت قصيرة جدا وكتب عند يكذبون أحرف تدل على الباقين وإن استخدم أحرف طيبة النشر لا بأس لكن أيضا هذه الاختصارات ستحيج القارئة لحفظها القارئة لهذه سيحتاج إلى حفظ الاختصارات أيضا هذه قد تكون مشكلة نوعا ما فحفظ أسماء القراءة أسهل وهو محفوظ عند كثير خاصة من المهتمين عموما إذن هو يذكر الكلمة ويذكر من قرأها ويذكر الكلمة الأخرى ويذكر أنه قرأها الباقون وإذا كانت ثلاثة لها ثلاثة قراءات يذكر ذلك بالعودة إلى قوله وافقهم الحسن والأعمش الكاتب ذكر في المقدمة أنه إذا كتب وافقهم يقصد القراءة الأربعة أو القراءات الأربعة زائدة على العشرة فينبه عليها بكلمة وافقهم إذا قال وافقهم الحسن والأعمش تعرف أن هذه قراءات من الزائدة على العشرة أو من الأربعة الشاذة ثم في نهاية الصفحة يذكر القراءات الشاذة وهنا القراءات الشاذة وإذا لم يكن هناك قراءات شاذة مثلا هنا سبحان الله ظهرت بسرعة هنا لا يوجد قراءات شاذة في هذه الصفحة فلم يذكر أما هنا عفوا أما هنا يوجد قراءات شاذة فذكرها طبعا هو عندما يذكر القراءات شاذة وحدها إذن ليس أحدا من القراءة العشرة قرأوا بهذه القراءة هنا مثلا ميسارة قرأها نافع ووفقه ابن محيصن ابن محيصن من القراءة أو من أصحاب القراءات الأربعة زائدة على العشرة فلأنه واثق قارئا من قراءة العشرة المتواترة ذكره هنا عندما لا يوافق قارئا من قراءة العشرة يذكره في بند القراءات الشاذة أو تحت عنوان القراءات الشاذة سنأخذ مثالا من سورة الفاتحة على شيء جميل في هذا الكتاب ميزة جميلة في هذا الكتاب وهو توجيه القراءات الشاذة لغويا يعني مثلا يقول طبعا شوف بداية هو بدأ هنا برقم أربعة إذن البسملة والحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم ليس فيها خلاف في القراءات العشرة لكن قد يكون هناك خلاف القراءات الشاذة تخالف فيه القراءات العشرة فهنا طالما أنه بدأ برقم أربعة إذن لا يوجد خلاف بين القراءة العشرة في الآيات الثلاثة السابقة طيب عموما هنا في القراءات الشاذة في الآية الثانية الحمد لله رب العالمين الحمد لله قرأها الحسن الحسن البصري المعروف التابعي رحمه الله تعالى طيب كيف يقول الحمد لله على أي أساس كانت كلمة الحمد مخفوضة أو مجرورة فقال ووجهه أنها حركة اتباع لكسرة لام الجر بعدها وهي لغة لبعض العرب يتبعون الأول للثاني لأجل التجانس إذن لأن كلمة لله بالخفض أو بالكسر في نهايتها كسرة إذن الحمد بلغة بعض العرب تكسر أو تخفض فيقولون الحمد لله من باب التجانس وإلا فهي مبتدأ مرفوع لكن خفضوها بكسرة مرفوع يعني بالضمة لازم يكون لكن خفضوه بكسرة لأن الكلمة التي تليها فيها كسرة فإذن هو عندما يذكر القراءات الشاذة يذكر توجيهها لغويا لماذا قيلت هكذا ليس خطأا من القارئ وإنما هذا وجه صحيح باللغة العربية يذكر ما هو هذا الوجه فهذه من أجمل ميزات الكتاب لا أطيل عليكم أذكر فقط أنه أضاف أصول الميسر في القراءات تراجم القراءة الأربعة عشر ذكرها عندما يجد مكانا فارغا شوف مثلا هنا وجد مكانا فارغا لا يوجد كثير من القراءات في هذه الصفحة فذكر هنا أصول ميسر فذكر مقدمة كتاب أصول ميسر ففيه مثلا باب الاستعاذة باب الاستعاذة خلاف القراءة في الاستعاذة هنا يكمل فهذا أيضا شيء جميل أنه ذكر مثل هذه المباحث باب الذال القراءات أو اختلاف القراءات فيها باب الراء وذكر تراجم القراءة العشرة في هذه الحاشية عندما يتوفر عنده مكان مذاهبهم في الراءات إلى آخر ذلك فهذه أيضا إضافة جميلة وفي الفهرس تجد أنه ذكر مثلا فهارس الميسر طبعا ذكر هنا الأبواب التي تكلم فيها وأرقام الصفحات وكذلك هو ذكر تراجم القراءة العشرة مع رواتهم ترجم مختصرة جدا فكان حقيقة هذا الكتاب مفيد جدا في بابه وأضاف في آخر الكتاب ما يسمى بدعاء ختم القرآن الكريم لا يوجد شيء اسمه دعاء ختم القرآن الكريم هذه إضافة بدعية لا تجوز لا يجوز أساسا تسمي الدعاء بأنه دعاء ختم القرآن الكريم لا يوجد لأن هذا تحديد لدعاء معين لأمر معين وهذا التحديد لا يجب أن يكون إلا بنص من الكتاب والسنة لا يصح أن آتي بدعاء من عندي وأقول أن هذا دعاء كذا بهذه الطريقة يجب أن يكون منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء قضاء الدين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة إذا قلته قضى الله عنك دينك هذا يسمى دعاء قضاء الدين لأنه من عند الرسول لكن آتي وأخترع دعاء وأسميه دعاء مثلا قضاء الحاجة دعاء الزواج دعاء العمل دعاء كذا هذا لا يجوز وكذلك دعاء ما سموه بدعاء ختم القرآن الكريم هذه بدعة لا أصل لها وجعل هذا الدعاء في آخر المصحف أمر نستاء منه جدا جدا هذا الأمر لكن عموما ذكرنا لكم ميزات الكتاب وهو كتاب جيد أنصح به خاصة طلاب العلم والقراء أختموا إلى هنا والحمد لله رب العالمين